المجد والشرف الرفيع صحيفة جعلت لها الأخلاق كالعنوان دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثاني الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره وعلم مورد كل مخلوق ومصدره وأثبت في أم الكتاب ما أراده وسطره فلا مؤخر لما قدمه ولا مقدم لما أخره والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أوضح به الله سبيل الهداية ونوره أما بعد فيا أيها المشاهدون الكرام طيب الله أوقاتكم وكلأكم بنعيمه وهدأ بالكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء إيماني يتجدد مع هذه الحلقة المباركة من برنامج هذا ديننا في هذه الحلقة نتحدث بمشيئة الله تعالى عن أمر يهم كل بيت من بيوت المسلمين وهو ما ينفع الميت بعد الوفاء كلنا يعلم أن الموت قادم لا محالة كل نفس ذائقة الموت كل شيء هالك إلا وجهه كل من عليها فان وما دام الموت يزور كل بيت من بيوت المسلمين فينبغي على كل البيوت أن تتعلم كيفية التعامل مع هذا الموقف مع مصيبة الموت عندما نحضر ميتا كيف نتعامل معه وما الذي ينفعه عند احتضاره وبعد خروج روحه وعند دفنه وبعد دفنه أولا عند الاحتضار أمور ينبغي أن نعيها جيدا وهي تحويل الميت إلى القبلة رجلاه إلى القبلة ورأسه في الاتجاه المضاد لها بحيث إذا أجلس صار وجهه إلى القبلة عدم دخول غير الصالحين والمحبوبين لدى المحتضر وعدم التحدث والدعاء إلا بخير لأن الملائكة تملأ المكان في هذه اللحظات وتؤمن على الدعاء الحديث يكون بالذكر والقرآن ومن أفضل الصور التي تقرأ عند المحتضر سورة ياسين وصورة الأنعام وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من محتضر أو ما من ميت يقرأ عليه سورة ياسين عند موته إلا وخفف الله عنه وقد جاء في الأثر أن من قرأت عليه سورة الأنعام عند احتضاره تنزل حوله سبعون ألفا من الملائكة يستغفرون له ويدعون له بالرحمة والتخفيف التلقين تلقين الشهادة للمحتضر لا يكون بالإكرار لا يكون بأن تقول له قل لا إله إلا الله ولكن تشهد أمامه قل أنت لا إله إلا الله أمامه وهو سيكررها ويثبته الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء عليك أن تبلل شفتي المحتضر بماء أو بعصير أو بشيء حل لأنه يعاني من مرارة الريق عند الغرغرة والحشرجة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده الشريفة عند احتضاره في الماء ثم يحركه على جبينه وشفاهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات هذه الأمور نراعيها عند الاحتضار فإذا خرجت الروح هناك علامات نتيقن بها من خروج الروح العلامة الأولى شخوص في العينين لأن الروح إذا خرجت تبعها البصر العلامة الثانية ميل قليل في أرنبة الأنف إلى الجانب الأيمن أو الجانب الأيصر العلامة الثالثة عرق أو رشح في الجبين وهذا يكون مع الصالحين وهو دليل حسن خاتمة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يموت المؤمن بعرق الجبين العلامة الرابعة تيبس أو تقلص في الشفتين العلامة الخامسة برودة في الأطراف أي الأيدي والأقدام العلامة السادسة توقف للنبضة والعلامة السابعة انقطاع النفس وهناك من يستخدم اختبار الكوب الزجاجي للتحقق من انقطاع النفس بأن يحضر كوبا زجاجيا فارغا ويضعه على أنف المحتضر أو الميت وفمه ويمسح مسحا خفيفا على صدره وبطنه فإذا تبخر الكوب فلا زال النفس موجودا وإن كان ضائلا ولا زالت الروح عالقة بالبدن وإن لم يتبخر الكوب فقد فارقت الروح الجسد وانطلقت إلى بارئها إذا ظهرت هذه العلامات وتيقنا من خروج الروح ماذا نفعل بعد خروج الروح؟ أولا اغماض العينين شرع لنا ديننا أن نغمض العينين عند الموت لماذا؟ لأن ذلك فيه تكريم للميت تصوروا ميتا عيناه مفتوحتان كما قال الله في أهل الكهف وهم نيام أحياء وتحسبهم أيقاظا وهم رقود لأن عيونهم مفتحة وقال الله في هذا المنظر لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا الأمر الثاني إغلاق الفم وربط اللحيين أي الفكين بعصابة وربطها من أعلى لماذا؟ حتى لا يرتخي الفك السفلي فيتيبس الفم مفتوحا لأن ترك فم الميت مفتوحا جريمة لماذا؟ لأن المعدة بعد الموت أصبحت لا رابط له المعدة بعد الموت ليست فيها قوة ماسكة تمسك ما يلقى فيها فإذا ترك الفم مفتوحا وتيبس على ذلك دخل ماء الغسل من الفم إلى الجوف فينزل الماء مباشرة من أسفل فينتقد الوضوء وينتقد الغسل وينجس الكفن وينجس النعش وينجس القبر ولذلك فإن من فقه المغسل أن لا يمضمض الميت ولا يضع الماء في خياشيمه بماذا يمضمضه؟ يلف خرقة على إصبعه الأيمن ويبللها ماء ويمسح أسنان الميت ولحم فمه مسحا خفيفا فهذا عند الله مضمضة الميت كذلك علينا أن نخفف الملابس عن جسد الميت وإن كان الجو حارا قمنا بتبريد المكان بالمكيفات أو المراوح أو ما شابه ذلك إلى أن يأتي وقت الغسل من الأمور الهامة كذلك أن نقوم بتليين المفاصل إن كان الغسل سيتأخر فترة من الزمن من حين إلى حين نقوم بتليين المفاصل وذلك بثني الزراعين وبسطهما وبثني الرقبتين وفردهما وبرفع الفخزين إلى البطن ثم ردهما وكذلك نحرك أصابع اليدين والرجلين للميت حتى لا تتصلب مفاصله فيصعب تغسيله وتكفينه نضع فوق بطن الميت ثقلا خفيفا لا يتعدى كيلو جراما بحيث لا يؤزيه ولا يضره ونتركه على بطنه إلى أن يأتي وقت الغسل فيكون بطنه قد تطهر من الفضلات فيسهل تطهيره بالطريقة الشرعية الصحيحة نغطي وجه الميت بثوب خفيف أو بملاءة أو ما شابه ذلك هذه أمور نفعلها بعد خروج الروح إن كان للميت وصية كتبها نفتح الوصية ونقرأها وننفذها أو ننفذ ما يمكن الإسراع بتنفيذه منها ثم نبحث عن ديونه ونشرع في سدادها ونحسب زكاة ماله ونشرع في أدائها كل ذلك إلى أن يحين وقت الغسل وإذا جاء وقت الغسل والتكفين علينا أن ننبه على النساء بأن يتجنبن رفع الصوت بما لا يليق صحيح أن الحزن مشروع وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما فقد ولده إبراهيم وهو ابن سبعة عشر شهرا دمعت عيناه وقال إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون وعندما ماتت السيدة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم صرخت النساء فصار عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهم أن يضربهن بالصوت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عمر وقال لهن إبكينا وإياكن ونعيق الشيطان يعني النطق بما لا يليق الصراخ بالاعتراض على قضاء الله وقدره هذا ممنوع وقد برئ النبي صلى الله عليه وسلم من الحالقة والصالقة والشاقة الحالقة التي تحلق شعرها حزنا والصالقة التي تنطق بألفاظ جاهلية وتصيح بشيء غير محمود في وقت الحزن ووقت المصائب والشاقة التي تشق ملابسها والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من شق الجيوب ولطم الخلوء الخدود ودعا بدعوة الجاهلية وقال صلى الله وسلامه عليه أربع من الجاهلية لا يترك يعني هناك أربعة عادات كانت في الجاهلية ولا تزال مستمرة على مر الزمان مهما تغير فكر الناس إلا أن بعض الناس يتمسكون بها أربع من الجاهلية لا يترك التفاخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت وإن النائحة إذا ماتت قبل أن تتوب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب وفمها ينفث لهبا والعياز بالله فينبغي أن نتجنب النطق بألفاظ غير لائقة أو الصراق بطريقة غير لائقة طريقة مثيرة لأن الميت يعذب ببكاء أهله عليه ليس معنى ذلك أنه يحاسب أو يعاقب وإنما يعذب يعني يتألم لأنه يجد أن أهله لا يعرفون معنى الصبر تعالوا بنا إلى وقت الغسل والتكفير علينا من أهم الأمور التي تنفع الميت أن نحسن تنظيفه وتجهيزه قبل ملاقات رب ما الأدوات التي ينبغي أن تتوافر معنا قبل أن نشرع في الغسل والتكفير أولا طاولة الغسل يعني المندضة التي تحمل عليها الجسة وتكون مزودة بخرطوم للصرف حتى يصرف الماء ويصل الخرطوم إلى المكان الذي سيصرف فيه الماء كذلك نجهز الماء الدافئ يغسل الميت بالماء الذي يتحمله جسم الحي لأن الميت يشعر بما يشعر به الحي الميت يتأزى مما يتأزى منه الحي فالماء الذي تتحمله وأنت تغتسل في حياتك هو الذي يغسل به الميت تكون ضرجة حرارته معتدلة إن كان يمكن توصيل الخرطوم بالصنبور ليصل إلى المتوفة فبها ونعمة وإن لم تكن فنجهز الآنية والأباريق التي نصب بها الماء على جثة الميت ينبخي أن نختار المأمونين لحضور الغسل ليس من حق أي إنسان أن يدخل على الميت ويقف وقت الغسل ولكن الشخص الأمين فقط ويستحب أن يكون من الأقارب من الأهل ولذلك نقول إنه ينبغي أن نتعلم جميعا هذه الأمور اليسيرة حتى لا ننزعج في البحث عن مغسل أو مغسلة حينما تحل بنا مثل هذه المصيبة والأمر يسير وله أجر عظيم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غسل ميتا فكتم عليه يعني سطر عليه إن رأى شرا غافر الله له أربعين وفي رواية رجع كيوم ولدته أمه أو خرج من هذا الغسل كيوم ولدته أمه فهذا له أجر عظيم طيب هنأخذ اتصال من أم محمود وبعدين نكمل إن شاء الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بك أم محمود كلنا عم حضرتك بخير يا حضرتك فيك أهلا سهلا تفضلي أنا عندي سؤالين بعد إذنك أول حاجة والدتي ما جدت توفى وقصتني إن أنا أروح يعزرها كتير يعني تمام وأنا دلوقتي من ساعة ما اتدخلت يعني بقالها بتاع حوالي 12 سنة دلوقتي أو أكتر ما بروحش كتير يعني رحت فيهم 3-4 مرات ورجلي دلوقتي حاليا ما بتساعدنيش إن أنا أنزل أو أروح فده حرام علي عشان ما عملتش بالقصية حاضر ده سؤال ودلوقتي أنا بصوم الـ 6 من شوال ومعهم الثلاث الأيام القمرية تمام يجوز يجوز طبعا والنية مزدوجة والأجر إن شاء الله مضاعف بإذن الله طيب ماشي السؤال الثالث معليش بعد إذنك يا شيخ عشان دي أخت اللي مواصيانا عليها ابنها بيجيب قرش من طريق غير مشروع فهي دلوقتي ستة كبيرة عندها 65 سنة ومتدرش تشتغل ما فيش دخل دخلها من بره ولا معيش ولا أي حاجة ما فيش غير المصدر لأنها تاكل وتشرب منه وصامت رمضانه هو على الأكل ده وعلى الشرب ده فهل ده صيامها حرام ولا هي مضطرة الصيام صحيح الصيام صحيح ومقبول والاسم على الولد الذي يتكسب من الحرام بالنسبة لوصية الأم بالنسبة لوصية الأم بزيارة القبور هجاوب حضرتك لسه عندك أسئلة تانية لا شكرا 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 في حديث طبعا عن الرسول صلى الله عليه وسلم بينهى النساء عن الإكثار من زيارة القبور لا عن الله زوارات القبور ونقول زوارات ليس زائرات يعني زيارة القبور مباحة ومشروعة ومستحبة للرجال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ولكن ينبغي ألا تكسر النساء من زيارة القبور ولا يلتزمنا بوقت محدد يعني ما فيش حاجة اسمها أن لازم كل خميس أو لازم كل جمعة أو أخرج في وقت ازدحام أو وقت مخالطة ده كله شيء غير مشروع وما فيش نص شرعي بيثبت أن فيه موعد محدد يجب ألتزم به في زيارة المتوفة كل ما في الأمر أن إحنا لو زرنا لأجل العزة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألا فزوروها فإنها تزهد في الدنيا وتذكر بالآخرة ناخد اتصال من الأستاذة إقبال السلام عليكم يبدو أن الاتصال فصل ماشي إذن بنتكلم عن الأمور أو الأدوات اللي يجب أن إحنا نكون مجاهزينها عند تغسيل المتوفة زي ما قلنا بيكون معنا طاولة الغسل ومجاهزين الماء الدافئ الأمر الثاني الكفى طب ناخد اتصال الأستاذة إقبال السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم أهلا وسهلا إزاي حضرتك تفضلي موضوع جميل شكرا جزيلا ربنا يعزك مهم جدا طيب وانا عندي سؤال تفضلي بالنسبة لو في كفارة ظهار أو كفارة صيام عمد اخبار عمد في رمضان يعني ما ينتقد الصيام ويصد بالكفارة هذا السؤال هنا الكفارة تفرق يعني تفجأ متفرقة مثلا لو شخص مش قادر حاضر حاضر لو هي فلوسيا لو ما حاضر تمام حوضح لحضرتك شكرا جزيلا نجيب على السؤال لكن بعد ما نخرج لفاصل إن شاء الله عدنا لحضراتكم أيها المشاهدون الكرام ونعود إلى سؤال الأخت الكريمة كانت بتسأل عن كفارة الظهار وطبعا الظهار ده حكم ورد في صورة المجادلة وده كان موقف بيحصل في الجاهلية وبعض الناس لازالوا بيكرروه للأسف وبعض الناس استخدموه بعد الإسلام وده معناه إن الرجل يقول لمراته أنت محرمة علي كظهر أمي يعني يحرم زوجته علي وده طبعا من الأمور التي نهى عنها الشرع الإسلامي الحنيف الكفارة بتاعته لها ثلاث مراتب أولا تحرير رقبة وده ما عادش موجود الوقت مدام ما فيش تحرير رقبة حيبقى صيام شهرين متتابعين يعني صيام ستين يوم متصلين ما ينفعش تفصل بينهم قبل ما تقرب لزوجتك أو تردها لازم تخلص الشهرين المتتابعين يعني لو صمت تسعة وخمسين يوم وفطرت يبقى لازم تبدأ من الأول إلا إذا جاء عزر شرعي زي عيد فطر أو عيد أضحى مثلا أو ما شابه ذلك الأيام اللي هي محرم فيها الصيام لكن بالنسبة للإنسان اللي ما يقدرش على الصيام حيبقى قدامه إطعام ستين مسكين ولما أقول إطعام ستين مسكين ده معناها أنه هو حيطعمهم إطعام يوم كامل من أوسط ما تطعمون أهليكم يعني يشوف هو بيتكلف كام في أكله في اليوم في طاره غدا وعشا ويقدم هذه القيمة أو هذا الطعام سواء أدم الطعام أو القيمة النقدية لهذا الفقير بحيث أنه يطعم ستين مسكين وطبعا زي ما احنا عارفين ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة المجادلة والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحريروا رقبة من قبل أي تماثة ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أي تماثة فمن لم يستطع فيطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم وأما بالنسبة لكفارة الفطر طبعا لو الفطر بعزر زي ما قلنا هيكون قضاء زي الإنسان اللي بيفطر بعزر مثلا إنسان مريض أو مسافر وأفطر بعزر فبيكون عليه يوم قضاء وما فيش عليه زم لا اسم عليه لأن دي رخصة وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه لكن لو الإنسان أفطر عمدا في نهار رمضان لن يجزئه صيام الظهر ولو صامح هيكون أزنى بزم عظيم بس القضاء برضو قضاء يوم بس مكان اليوم لكن إذا كان الفطر عن طريق الجماع في نهار رمضان ده هيبقى عليه كفارة زي كفارة الزهار والكفارة دي بتكون صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا نعود إلى ما كنا نتحدث عنه قلنا إن إحنا بنكون مجهزين الماء الدافئ وطاولة الغسل والكفن والكفن لما نيجي نقطع أماش الكفن بنراعي إنه هو من القماش الأبيض وبنراعي إنه هو يكون من الأماش العريض يعني يكون عرضه 180 سنتيمتر أو على الأقل متر ونص عشان ما نحتاجش خياطة أو توصيل بين الأجزاء وبنقطع الكفن حوالي 10 أمطار من القماش الأبيض زي ما إحنا عارفين الرجل بيلف في ثلاث طبقات من القماش الأبيض والمرأة تلف في خمس طبقات من القماش الأبيض وبنراعي إنه هو بيكون وإحنا بنقص الكفن بيكون أطول من قيمة أو من قامة الميت لأنه هو الكفن للرجل والمرأة من فوق الرأس بشبر إلى ما تحت القدمين بشبر بحيث إنه هو بيلف بالأربطة نحتاج يكون معنا برضو مقص على اعتبار إنه إحنا وإحنا بنقص الكفن لازم يكون معنا مقص جيد بحيث نقص الكفن إذا كان رجل بنقصه لثلاث طبقات متساوية وإذا كانت امرأة بنقصها لخمس طبقات متساوية ومنقص بعض الخرق الخرق دي قطع من القماش تستخدم فيه تنظيف مكان خروج البولة أو الغرائط أو ما شابها ذلك وبنقص منه كذلك الأربطة لأن الكفن بعد ما يلف بتلف كل طبقة ونبدأ بالجانب الأيصر من على شمال المتوفق وبعدين فوق الجانب الأيمن وبعدين الطبقة اللي بعدها بنفس الطريقة والطبقة التالتة بنفس الطريقة أو عين بنربط بأربطة فردية ثلاث أربطة أو خمسة أو سبعة بحسب ما يحتاج جسم المتوفق بنحتاج كذلك أن يكون معانا سطرة السطرة دي على اعتبار أن احنا بمجرد ما بنبدأ نجرد المتوفق من ثيابه لابد أن تستر العورة وعورة الرجل من السرة إلى الرجبتين فيكون معانا سطرة من القماش الكثيف أو مثلا يكون معانا فوطة كثيفة مثل هذه بحيث أن هي تغطي عورة الرجل ما بين سرته وركبتينه وإن كانت المرأة بتغطي من الصدر إلى الرجلين هكذا تكون السطرة من القماش الكثيف أو من شفة أو فوطة كثيفة كما شاهدنا بنحتاج أن يكون معانا بعض أدوات للنظافة الخاصة بجسمان المتوفق فعلى سبيل المثال بيكون معانا منظفات للأذن بحيث لو في أذن المتوفى بعض البقايا من الشمعة أو تلوسات بننظف أذن المتوفى قبل أن نبدأ في عملية الغسل وكذلك أعواد لتنظيف الأظافر إذا كان هناك وسق في الأظافر نزيله بعود برفق نمسك عود مثل هذا أو عود مثل هذا الأعواد التي تستخدم في تنظيف الأسنان مثلا ونقوم بتنظيف الأظافر يعني لا نقص زفرا من أظافر الميت ولا نقص شعرة من شعر الميت أو نحلقها لأن الميت يلقى الله بما هو عليه ولا يجوز أن نأخذ شيئا من جسده حتى لو مات طفل قبل الختان لا يجوز أن يختتنا بعد الموت ولكن إن كان هناك وسق في الأظافر نزيله بعود برفق علينا كذلك أن نقوم بتعطير المكان يكون معنا بعض أعواد البخور بحيث أن نشعل البخور علشان ما يبقاش فيه روائح كريهة في المكان أو يكون معنا مثلا بعض معطر الجو مثل أي معطر بحيث أن نخلي المكان معطر ونظيف بيكون معنا كذلك القطنة والقطن في يدته إيه؟ إن أنا بعد ما خلص التغسيل وقبل التكفين بغطي الأنف والفم علشان ما يسلش منهم أشياء وبغطي برضو موضع خروج النجاسات في المتوفى بالقطن بيكون معنا أيضا قبل ما نشرع في الغسلة مكعبات الكفور ومكعب الكفور ده بيكون له فائدة عظيمة إنه هو بيطرد الهوام والعقارب والديدان عن جسم المتوفى فترة كافية أو فترة معينة وله فائدة أخرى إن لو جسم المتوفى فيه جرح أو فيه جزء مثلا موضع إبر أو ما شابه ذلك أو جزء كان بينزف دم أو صديد بمجرد ما بنقوم بفرك أو طحن هذا المكعب فده بيكون ونضعه على المكان الذي ينزل منه الدم أو صديد بيتوقف تماما فده بيكون له فائدة عظيمة في هذا المجال بالإضافة لإنه بنحطه بنرش منه في الكفن علشان بيكون له رائحة طيبة وفي الشطفة الأخيرة بنضع في كل أربعة لتر ماء مكعبين كافور وبيكون فيه فنجام من السدر ورق السدر ده اللي هو بيسميه البعض النبقى الورق ده بيجفف وبيوضع في الماء فبيحدث رغوة وبيغسل به رأس المتوفى وده من السنة وبيكون له فائدة عظيمة وبيحدث نظافة طيبة كذلك العطر بيكون خالي من الكحول يعني ممكن يكون معنا مسك أبيض أو مسك أحمر أو أسود بحيث أنه هو يستخدم في مثل هذه الأمور بالإضافة بيكون معنا أيضا الصابون والليف اللي أنا بغسل به المتوفى أنا ببدأ بالماء المطلق الأول وبعد كده ببدأ أغسل بالماء والصابون الماء والصابون زي ما قلنا بنغسل ثلاث غسلات الثلاث غسلات دول بنبدأ برأس المتوفى والشق الأيمن والشق الأيصر ونلاحظ أن احنا ما بنلمسش جسم المتوفى بأدين بيكون معنا قفازات سواء المغسل أو المعاونين له أو المساعدين بكلهم بيرتدهم القفازات أي قفاز من أنواع القفازات اللي اتمنى الملامسة مثل هذا القفاز مثلا يرتديه في يديه بحيث لا يلمس جسد المتوفى وبيكون من الشروط أن عورة المتوفى لا تظهر بنكون مغطينها بالسطرة كما ذكرنا دي أمور يجب الانتباه إليه مين اللي حيدخل ومين اللي حيقف علشان يكون حاضر الغسل أولا في قاعدة عندنا أن الرجل يغسله الرجال والمرأة تغسلها النساء ما فيش واحد يقول أنا أغسل أمي أو أغسل أختي أو أغسل بنتي طب ينفع واحد يقول أغسل زوجتي دي جائزة عند بعض الفقهاء لأن جاء في الأثر أن الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه غسل السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاه والإمام علي كما نعلم من العشر المبشرين بالجنة والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا مدينة العلم وعليهم بابة والرسول صلى الله عليه وسلم قال للسيدة عائشة ما ضرقي لو ميت قبلي إن غسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك فما دام النبي صلى الله عليه وسلم عرض مثل هذا العرض فهو مباح لأن العلائق الزوجية لا تنقطع كلها بالموت وإنما تكون هناك بقاء للعلائق منها جواز الغسل طب هل يجوز للمرأة أن تغسل زوجها؟ نعم السيدة عائشة رضي الله عنها قالت لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساءه والسيدة أسماء بنت عميسة غسلت زوجها أبو بكر الصديق رضي الله عنه معنا اتصال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل يا فندم أهلا بي كل الحاجات اللي أنت أقول أننا حضرت غسل كان لي حضرتك بتقول لي حضرت غسل وكان فيه مثل هذه الأمور؟ حضرتك بتاعه لكن حضرتك دون علم بالحكم أه لا ما كنتش أعرف الحاجات اللي أنت بتقولها دي كلها تمام ربنا يرحمه ويصبرك إن شاء الله ويجمعك به في الجنة بإذن الله بإذن الله طيب في عندي سؤال ثاني أنت بتقوله اللي يحبط مثلا على مراته اللي هو يقولها أنت زي على ظهر زي أختي زي أمي الكلام ده الزهار أيوة؟ أيوة كان زي حلف عليها اليمين دي وعادت فانا تبيت أهلي ورجعت بس قال لي آآ ويبيلي نبتك وقدام فيه كان فيه شهود هم نعم فهل اليمين كده صح ولا كده خلص؟ هو أولا لابد أنه يكفر عن الزهار اللي هو عمله أو تلفز به وكفرت الزهار زي ما ذكرنا إما أنه يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكين ده لو كان اللفظ ظهار أنه يقولك أنت عليك زهر أمي أو مثل أختي لكن إذا كان يمين طلاق فكفرته إطعام عشر مسكين أو صيام ثلاثة أيام فقط ده الكلام ده يا دكتور بابانو ستين نعم الكلام ده يعني اليمين دي بقاله أكتر من ثلاثين خمسة أو ثلاثين ستين طيب شكرا هرد على حضرتك حاجة تاني ماشي تفضل يا فندم شكرا جزيلا طبعا هو أولا إحنا عندنا قاعدة بتقول أن الجهل بالذنب يغفره فالأم اللي حضرت غسل ابنها دون أن تعرف والابن بالغ طبعا هذا غير مباح لكن هي كانت لا تعلم فيعفى عنها لجهلها بالأمر لكن ينبغي أن نعرف الحكم أن الأم ما ينفعش تحضر غسل ابنها البالغ ولا الأب يغسل بنته البالغة وكذلك ما ينفعش الأبن يغسل أمه أو البنت تغسل أبوها أو ما شابه ذلك من هذه الأمور أو الأخ يغسل أخته أو العكس لدرجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا ماتت المرأة وسط الرجال ليس معها امرأة غيرها وإذا مات الرجل وسط النساء ليس معه رجل غيره وما يكونش الزوج أو الزوجة موجودين كمان في هذه الحالة ييمم الميت أو الميتة فإنهما ييممان ويدفنان ولهما حكم من فقد الماء يعني لو مش موجود نساء عشان يغسلوا المرأة ولا زوجها موجود ما ينفعش حد يغسلها وتيمم والعكس صحيح لأن دي أحكام شرعية لكن إذا كنت ما تعرفيش استغفر ربنا وربنا يتوب عليك لكن ترجع زوجك في الكفارة لأن الآية الكريمة واضحة من قبل أي تماسة وهو أكيد لازم يكون رجع لحد من الشيوخ أو سأل حد من الشيوخ أو العلماء علشان يدلوا أو يرشدوا إلى مثل هذا الأمر وبناء عليه الكفارة دي دينفر أبته لابد أنه هو ينفذ إن لم يكنش ينفذها لازم ينفذها صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا بشرط أنه ما يكونش يقدر على الصيام هذا والله تعالى أعلى وأعلم نعود إلى الأمر الذي نتحدث فيه إذن ماذا ينفع الميت بعد ذلك؟ صلاة الجنازة من الأمور المهمة جدا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يموت فيصلي عليه سلاسة صفوف إلا وأوجب أوجب يعني إيه؟ يعني دخل الجنة وجب له دخول الجنة وفي رواية ما من مسلم يموت فيصلي عليه أمة من الناس يبلغون مئة إلا وشفعهم الله فيه وفي رواية ما من مسلم يموت فيصلي عليه أربعون رجلا من المسلمين إلا وغفر الله له فإذن ينبغي أن نعمل على تكسير عدد المصلين في صلاة الجنازة على الميت لأن هذا من أهم الأمور التي تنفع الميت ماذا ينفع الميت بعد ذلك؟ بعد دفنه عند الدفن التلقين الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن ندفن الميت دفن شرعي بيدفن شرعي أنه يراح في القبر على شقه الأيمن ويكون مستقبل القبلة بوجهه وصدره وبطنه وتحل الأربطة الكفن وتجمع كومة من التراب أو الرمل تحتخذه الأيمن ويحسى عليه ثلاث حسيات من التراب في الأولى نقول منها خلقناكم وفي الثانية وفيها نعيدكم وفي الثالثة ومنها نخرجكم طارة أخرى وبعد ذلك نقوم بتلقين المتوفة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دفن أحدكم أخاه فليقف عند رأس قبره ويناديه باسم أمه فيقول يا فلان ابن فلانة طيب لو أنت مش عارف اسم أمه بتنسبه لأمه الكبرى حواء يعني تقول يا فلان ابن حواء تذكر ما خرجت عليه من الدنيا من العهد الذي بينك وبين الله أنك تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن الموت حق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الله يبعث من في القبور وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمسلمين إخوانا هنا يلقن حجته عند الإجابة وهو يسمع وينتظر تماما بعد الدفن ماذا ينفع المتوفى خمسة أعمال الدعاء الاستغفار الصدقة الحج العمرة بعض الناس يقولون يعني هل أقرأ القرآن للمتوفى هذا فيه خلاف إن كان السواب يصل أو لا لكن إن كان السواب إن كان القرآن يقرأ من أبنائه الذين هم من صلبه فكل عمل صالح يقوم به الإبن يضع في ميزان حسنات والديه حتى بعد الموت لقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وولد الإنسان من سعيه الصيام جائز إن كان عليه صيام فقط لكن صيام تطوع لا لقول العسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه لكن صلى ما ينفعش حد يصلي لحد متوفى إذن الدعاء أول حاجة إذا مات ابن أدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له تاني حاجة لاستغفار إن الله لا يرفع العبد إلى الدرجة العالية في الجنة فيقول يا رب أن لي هذه فيقول باستغفار ولدك لك الأمر الثالث الصدقة وخاصة الصدقة الجارية سبع يجري أجرهن للعبد وهو في قبره بعد موته من علم علما أو حفر بئرا أو أجرى نهرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ربى ولدا صالحا يدعو له والحج والعمرة لأن الرجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن أبي مات ولم يحج أفأحج عنه قال نعم إذن هذه أعمال تقدم وتقبل وينبغي علينا أن نحرص على الطاعات ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لمراضيه وأن يجنبنا مناهيه وأن يجعل مستقبل حالنا خيرا من ماضيه نسأل الله تعالى أن يحسن لنا ولكل مسلم من الختام وعلينا أن نتحلى بالطقوى ألا بالصبر تبلغ ما تريد وبالطقوى يلين لك الحديد ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا لحسن متابعتكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته